شهدت مملكة البحرين خلال الأسبوع الماضي العديد من الأحداث والمبادرات والفعاليات الاجتماعية التقرير التالي يرصد أبرزها شارك مركز الجنم الوطني في الاحتفال بيوم الصحة العالمي حيث تواجد الفريق الطبي الخاص بالمركز لسحب عينات الدم مباشرة من المشاركين بعد أن أتموا كافة الإجراءات اللازمة التابعة لمشروع الجنم الوطني وبهذه المناسبة أوضحت السيدة أمجاد غانم رئيس الفريق الوطني المعني بتنفيذ خطة الجنم البحريني بأن مشاركة المركز في مثل هذه الفعاليات يأتي من منطلق الحرص على تعزيز الوعي المجتمعي ونشر الوعي الصحي يهدف مركز الجنم وطني تجميع خمسين ألف عينا من المجتمع البحريني لتكوين الخريطة الجينية التي ستسهم في تطوير طرق التشخيص والعلاج يحرص مركز الجنم كذلك على المشاركة في مثل هذه الفعاليات الصحية لزيادة الوعي الصحي فيشارك اليوم مركز الجنم الوطني في اليوم العالمي للصحة تحت شعار الصحة للجميع كما ينوه مركز الجنم الوطني على أن المشاركة مفتوحة لجميع الراقبين في المشاركة في حملة الجنم الوطنية عليهم التوجه المراكز الصحية للسحب المباشر أعلنت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بالتعاون مع وزارة شؤون البلديات والزراعة والمجلس الأعلى للبيئة عن تلقي الحملة الوطنية للتشجير دمت خضراء دعما كريما من الجامعة الأمريكية بمملكة البحرين وتضمن الدعم الكريم من الجامعة على عدد كبير من الأشجار الصديقة للبيئة والتي تتناسب مع الطبيعة المناخية التي تمتاز بها مملكة البحرين حيث تم غرس 350 شتلة من أشجار الغاف في واحة المعسكر و350 شتلة من أشجار الصنط العربي بشارع المعسكر بالمحافظة الجنوبية وقد تميزت هذه الأصناف بقدرتها على التأقلم مع الظروف البيئية القاسية وخاصة في المناطق الصحراوية اليوم تم تجشين مشروع زراعة الأشجار على شارع المعسكر المشروع يبارا عن زراعة واحم الأشجار تتضمن 700 شجرة من نوع الصنط العربي والغاف الخليجي نشكر دعم الجامعة الأمريكية بالبحرين وكذلك نشكر جميع القائمين على المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي على دعمهم المستمر لحملة التشجير شهد معالي الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة الغبقى الرمضانية التي أقامتها المحافظة وذلك بالتعاون مع مبادرة حكاية المنامة تحت عنوان الليلة المنامة حيث افتتح معالي معرضا ثلاثي الأبعاد كما تضمن البرنامج عرضا لفيلم روح المنامة الذي من المقرر نشره عبر منصات متحف المنامة الرقمي وأشهد معالي الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة بجهود كافة القائمين على مبادرة حكاية المنامة ودورهم التطوعي في توثيق جوانب مهمة من تاريخ المنامة عبر متحفهم الرقمي من جانبه أكد مؤسس المبادرة اهتمام وحرص معالي الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة على تعزيز التواصل مع المواطنين والمقيمين وتوطيد التواصل من الأهالي بما ينسجم مع رؤية المحافظة ويحقق الأهداف المشتركة احتفلت أسرة الأدباء والكتاب بالغبقى الرمضانية السنوية وسط حضور مميز من المثقفين والكتاب والمهتمين بالشأن الأدبي والثقافي ووسط الأجواء الاجتماعية الممتعة رحبت دكتور راشد نجم رئيس أسرة الأدباء والكتاب بالحضور وأشاد بأهمية التواصل الاجتماعي بين الأعضاء في هذه الليالي المباركة كما تم الإعلان عن معرض الكتب المستعملة الذي تنظمه أسرة الأدباء والكتاب والذي سيستمر حتى نهاية شهر إبريل وسيكون متاحا للجميع وقد شملت الغبقى برنامجا يتصف بالمرح ما بين المسابقات والجواز وافق مجلس أمانة العاصمة في اجتماعه التاسع على الاقتراح بالقانون الوارد من لجنة المرافق العامة والبيئة باعتبار فشت الجارم والعظم محميتين طبيعيتين كما وافق على مقترح مجلس النواب بخصوص تخفيض الرسوم على بعض الفئات كما استعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس بخصوص زيارة منطقتين الكضيبية وسترة حيث تركزت المشاكل في منطقة الكضيبية على وجود عدد كبير من البيوت الخطرة الآيلة للسقوط وأهمية تنظيم مواقف السيارات في المقابر إضافة إلى صيانة حديقة ابن النفيس في سترة هذا وقد عقد المجلس البلدي للمنطقة الشمالية اجتماعه الاعتيادي التاسع برئاسة الدكتور سيد شبر الوداعي الذي أشاد بالجهود البارزة التي يبذلها أعضاء المجلس في متابعة إنجاز المشاريع التي تلبي احتياجات المجتمع الخدمية والحرص على بناء العلاقات المتينة مع المجتمع وأكد رئيس المجلس على أن هذا المسار يتوافق مع النهج الذي تبناه المجلس في اعتماد اللقاء الدوري حياكم الذي أكد جدوى في طرح ومعالجة القضايا التي تلامس اهتمامات ومطالب المجتمع مؤكدا على التعاون القائم على مبدأ الشراكة في دعم حملة بيئة نغير في شهر الخير الذي تنظمها بلدية المنطقة الشمالية مما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة وبناء القواعد المتينة للعمل المشترك في إنجاز الأهداف التنموية لبرنامج الحكومة هذا وقد عقد المجلس البلدي للمنطقة الشمالية اجتماعه الاعتيادي التاسع برئاسة الدكتور سيد شبر الوداعي الذي أشاد بالجهود البارزة التي يبذلها أعضاء المجلس في متابعة إنجاز المشاريع التي تلبي احتياجات المجتمع الخدمية والحرص على بناء العلاقات المتينة مع المجتمع وأكد رئيس المجلس على أن هذا المسار يتوافق مع النهج الذي تبناه المجلس في اعتماد اللقاء الدوري حياكم الذي أكد جدوى في طرح ومعالجة القضايا التي تلامس اهتمامات ومطالب المجتمع مؤكدا على التعاون القائم على مبدأ الشراكة في دعم حملة بيئة نغير في شهر الخير الذي تنظمها بلدية المنطقة الشمالية مما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة وبناء القواعد المتينة للعمل المشترك في إنجاز الأهداف التنموية لبرنامج الحكومة